تعتبر ريادة الأعمال في مملكة البحراء نموذجاً يحتذا به من قبل مجموعة من المؤسسات والبرامج الاقتصادية والإنمائية من مختلف دواد العالم وهذا ما تجسد في ترويج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو عما أسمته بالنموذج البحراني العالمي لتطوير ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة تلك التي تلقى دعم الحكومة المؤقرة لطموحتها تزامناً مع رؤية الوطنية 2030 بهدف تحقيق الإزدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة تتباهى مملكة البحرين بتاريخ مضيء من التنمية الاقتصادية ووقوف في وجه التحديات والظروف الصعبة وحتى اليوم تواصل المملكة العمل باتجاه نمو مدفوع بالإنتاجية تحركه ريادة الأعمال المبتكرة تاريخ عريق يعود إلى ما قبل صيد اللؤلؤ والعمل في المجال النفطي فمنذ تلك الحقب الزمنية تعيش البحرين ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى التأكد من سير عجلتها بشكل متز ومستمر وفي ظل تراجع أسعار النفط والتباطئ الاقتصادي في الآوينة الأخيرة تعيد البحرين تموضعها نحو الاقتصاد الرقمي وتغذيه من خلال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة التي تلعب دورا رئيسيا في بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال ريادة الأعمال في المملكة لم تكن نشاطا اقتصاديا فحسب فهي ثقافة ساندتها الدولة عبر مؤسساتها وجهاتها ذات العلاقة المختلفة حيث تنال الشركات لاسيما المتوسطة والمشروعات الصغيرة حصة الأسد من العوائد والدعم الحكومي وذلك تماشيا مع الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وفي هذا السياق يعمل صندوق العمل تمكين المنظمة المدعومة حكوميا بدور قائم على دعم القطاع الخاص في المملكة على أكمل وجه فمنذ إطلاقها قبل عقد من الزمن استثمر التمكين حوالي 800 مليون دينار لدعم حوالي 100 ألف بحريني و38 ألف شركة وطنية فضلا عن دعمها للبرامج التوعوية في المدارس والجامعات من خلال إطلاق المنتديات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية كمؤسسة إنجاز البحرين ومشروع أصيل ولم تكن المرأة البحرينية ببعيدة عن تعزيز الأعمال وريادتها فقد تبنى المجلس الأعلى للمرأة آلافا من المشاريع والرائدات للأعمال وقدمت لهن كل الدعم بما يسهم في تمكين المرأة في مجال الاقتصادي والاستثمار ولأن المملكة سباقة في دفع قطاعاتها كافة نحو الرقي والازدهار فقد شرعت باحتواء برامج التنمية المستدامة وأقامت المعارض والملتقيات الاقتصادية المحلية والدولية ليس لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال فحسب بل للانتقال نحو عالم الابتكار والإبداع الاستثماري في مجال الأعمال بجميع ألوانه المختلفة وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أحمد سلوم رئيس جمعيات البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساء الخير أستاذ أحمد هل توضح لنا أهمية ريادة الأعمال في مملكة البحرين مساء الخير أول شيء أتقدم بخالص شكري وامتناني لسموه العمير سلمان بن حمد لرعايته منتدى البحرين لإرادة الأعمال وتعتبر هذه الرعاية بمثابة تقدير لرواد الأعمال وذلك لدعمهم لاقتصاد البحريني ولا شك أن هناك توجه بالاهتمام بالرواد الأعمال وذلك من خلال تشجيعهم على دخول عالم الاستثمار والعمل الاقتصادي الحر باعتبار أن ذلك يشكل أحد القنوات الهامة والرئيسية لتنمية الموالد البشرية وتخفيض معدلات البطالة والحد من تداعيات السلبية الناتجة لهذه الفئة مثل ما هو معروف أن فئة رواد الأعمال هي فئة شباب أكثر شيء ومن خلال احتكاكي أنا معاهم من خلال الجمعية ومن خلال المؤتمرات المنتذيات دائما عندهم هم هواجز الأموال الوظيفة من خلال أنهم يكونون رواد الأعمال فمثل هذه الرعاية والدعم الحكومي وتمكين بانج البحرين التنمية والإي دي بي هذه جميعا تخلي هذه الهواجز والمخاوف تتلاشى تخليهم يدخلون لهو عمل رواد الأعمال لأن مثل ما أنت عرضت أن معظم الجيل الغادم هو جيل الشباب وطبعا هذا الجيل يحتاج أن يكون له رياضة أعمال يكون عنده عمالها الخاصة لأن الحكومة وحتى الشركات الموجودة لا تستوعب هذه الكام من الشباب أن يكونوا الموظفين عندها فلذلك لازم يكون الاستثمار في رواد الأعمال وهناك فيه تجارب ناجحة والبحرين طبعا تخطو خطاها يعني دائما تشوفين أن وراء الاقتصاديات العملاقة الموجودة في أمريكا وألمانيا والصين والبرازيل وتركيا كلها قائمة على المؤسسات الصغيرة وعلى رواد الأعمال وهذا يعني دائما يعني يعطي نجاح ويعطي مدخول قوي حق الاقتصاد لما يمشي بالطريقة الصحيحة والذي نحن الحمد لله قاعدين نمشي عليه نعم وعندما نستطيع أكد أن كافة الدراسات التي أجريت الاعتماد على هذه النوعين من الشركات وهو رواد الأعمال ومأسسات الصغيرة والمتوسطة يعني يكون لها امتصاص الصدمات يعني مثل ما أنت تعرفين ما يكون في صدمات اقتصادية دائما أول متضررين الشركات الكبيرة نعم فإذا هذه الشركات الكبيرة طلعت تسبب بطالة وتسبب أنها بطأ في النمو الحركة الاقتصادية لكن اللي تعوض وترجع السوق مرتاني دائما يكون مؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال يعني طبعا أنا أشوف أن البحرين ما شاء الله عليها يعني قطعة دور كبير من خلال برامج من خلال الهيئات الموجودة حق أن تخلق رواد أعمال وتخلق مؤسسات صغيرة متوسطة نعم أحمد سلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك